المبادرة التي تقدم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانهاء الصراع في ليبيا لقيت ترحيبا عربيا ودوليا فقد عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن دعمه للمبادرة وذلك خلال مشاورات اجراها مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الخارجية الفرنسية اكدت ان لودريان رحب بالمبادرة المصرية التي تهدف الى وقف فوري للقتال في ليبيا واستئناف المفاوضات في اطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 لودريان اعرب لنظيره المصري عن دعمه للعملية السياسية تحت اشراف الامم المتحدة وفق المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين مشيرا الى اهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية وخروج المرتزقة الاجانب من الاراضي الليبيا كما اعربت الخارجية الامريكية عن ترحيب واشنطن بالجهود المصرية لدعم وقف اطلاق النار في ليبيا مشددة على ضرورة عودة اطراف الازمة بحسن نية الى المفاوضات السياسية التي تقودها الامم المتحدة من جانبه اكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ان اعلان القاهرة يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا ويهدف الى انهاء الاختتال بين ابناء الشعب الليبي واخراج المرتزقة الاجانب من اراضي البلاد داعيا الاطراف الليبية الى التجاوب مع المبادرة المصرية حقنا للدماء وزارة الخارجية الاماراتية من جانبها اكدت وقوفها مع كافة الجهود التي تسعى الى الوقف الفوري للاختتال في ليبيا والعودة الى المسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة بما يضمن سيادة البلاد بعيدا عن التدخلات الخارجية في الشعن الليبي وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعلن عن مبادرة تدعو الى وقف اطلاق الناري اهتبارا من يوم الاثنين والزام الجهات الاجنبية باخراج المرتزقة من ليبيا وتفكيك جميع الميليشيات وتسليم اسلحتها اشتركوا في القناة